تقول بأن زوجها سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من الحميم تقول أصبح الآن لا يشرب من الشاي ولا القهوة ولا المشروبات الساخنة تسأل تقول ما صحة هذا الحديث أختي أم علي بارك الله فيك و بارك الله في أبو علي والواجب على الأخ الفاضل أبو علي أنه لا يستعجل في العمل ببعض الأحاديث التي لم يقف على صحتها و إنما الواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم فيوجد مقاطع كثيرة ينشرها وعاظ و ينشرها أناس وريدون الخير لكن مكذوبة على النبي عليه الصلاة و السلام و حديث موضوعة أو بعضها آثار صحيحة ولكن لا تدل على المقصود ولا على المعنى لذلك الأخ أبو علي لا يستعجل أولا بالنسبة لشرب المشروبات الساخنة مثل الشاي و القهوة و الشوربة و بقية الأشياء هذا على الإباحة لا أحفظ نصا أبدا على أن النبي عليه الصلاة و السلام منع شرب الأشياء الساخنة أبدا أبدا إذا كان النبي عليه الصلاة و السلام مثلا في الحجاز لحرارة الجو أحيانا يعني يستعذب بعض الماء البارد طبيعي كلنا حتى في المناطق الباردة نستعذب الماء البارد أحيانا يعني هذا مسألة على الإباحة المسألة هذه على الإباحة ولذلك لا يعرف نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع من شرب المشروبات الساخنة هذه أبدا المسألة الثانية بالنسبة لأبو علي بارك الله فيه هو سمع يمكن أثر عن عمر ابن عمر رضي الله يقول بأن عمر بن الخطاب توضأ بالحميم توضأ بالحميم الحميم الماء الساخن تعرفين مسألة الحمامات القديمة مش المراحية ذكرامكم الله الحمامات هذه الموجودة في بلاد الشام وبعدين تقلت أصبحت الآن موجودة في أغلب البلاد كان الناس يذهبون فيقتسرون فيها ويتنظفون ومن جملة ذلك كان يتوضأون بالماء الساخن حتى الوضع بالماء الساخن طبعا الماء الساخن السخونة غير شديدة أما السخونة الشديدة من يتوضأ فيه من يتوضأ بالماء لدرجة غليانة مرتفعة مثلا كما أن برودة الماء الشديد أيضا ما أحد لذلك هذه الأمور على الإباحة فقضية أنه سمع كلام لا بد أن يفهم معنى هذا الكلام أيش هذا الكلام وقيل في أي سياء عمر رضي أن توضأ بالحميم يذكره الفقهة على أنه يجوز للمتوضأ أن توضأ في الماء الساخن الآن عندنا السخانات في الشتاء نخلط الماء البارد مع الحار حتى نصل ونحصل على ما متوسط أليس كذلك إلى الدفع والسخون أقرب في الشتاء وفي الصيف لا نطفل السخانات عشان يبقى الماء حار عفوا يبقى الماء بارد ولا يكون هناك الماء الحار هذه المسألة يأخذ الفاضل فلذلك ينبغي على الأخ الفاضل أنه يعني يتبصر يتثبت ويراجع أهل العلم ولا يتخذ قرار لأن هذا مخالف لإجماع العلماء مخالف لفعل الناس منذ خلقة البشرية ما أحد يقول والله ما أحد يشرب المشروبات الساخن إذا والله شخص مريض عنده مشاكل في المعدة عنده مشاكل في القولون عنده مشاكل في الجهاز التنفسي وقالوا لأ طب يا فلان أنت ممنوع تشرب الشيء الساخن أنت عندك مشاكل عندك ارتخاء في المريء عندك ارتخاء في كذا عندك مشاكل صحية الأشياء الساخنة تجنبه تجنب هذه مسألة طبية هذه مسألة ما لا علاقة بحكم شرعي هذه مسألة طبية واضحهم علي بارك الله فيك